موسيقى صباح خير مشاهدينا برحل فيكم وينما كنتوا عم تابعونا في لبنان بالعالم العربي والعالم مؤهلة وسهلة فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الخميس 3 أيلول 2015 طبعا يوم حلقتنا منوحل حراك شكلا ومضمونا متابعة للحراك الشعبي يلي عم بيصير كل اللغة اللي عم بيصير حوالين هيدا الموضوع سواء كان بالمنحة أو بالعاطل كل الكواليس يلي عم تنحكها سواء من طريقة التعاطي مع المتظاهرين وصولا إلى مطالبهم وثقوفهم هنا بالتحديد ولوين ممكن يكملوا بهيدا الحراك مرورا بعملية التمويل يلي صايرة وصولا إلى المواضيع الاقتصادية المتعلقة أيضا بحراك من هذا النوع اليوم الحلقة مقصومة لجزئين بيصيرني بالجزء الأول أن استضيف دكتور عمر نشابي وهو متخصص في العدالة الجنائية صباح الخير دكتور عمر أهلا وسهلا فيك عنا كثير حكي نحن وإياك اليوم وأيضا بالجزء الثاني من هذه الحلقة استضيف دكتور كمال حمدان وهو متخصص طبعا بشؤون الاقتصادية كمال لعننا كثير من التمويل مثل ما قلنا تمويل هذه الثورات وصولا إلى لوين بتأدي اقتصاديا هكذا نوع من الحركات الشعبية بداية رح فيك دكتور عمر ما شمالنا رح نحكي تقنية نحن وإياك اليوم عن هذه التظاهرات بالشكل وبالمضمون ورح نركز على موضوع تعاطي بين الأمن والتظاهرات وين هون العدالة فيها تاخد مجراها وأمام أي قضاء هذه العدالة فيها تاخد مجراها ومن خلال نحكي بالناحية اللي معه حق واللي ما معه حق يعني بدنا نحكي بالناحية تاني سوح لي قبل نقوم بجوء الإخبارية كتير سريع مع عزابينتنا كلارا جحة نعود بعدها ونبدأ بالحوار شكرا كلارا برح فيكم جديد مشاهدينا وأبدأ الحوار مع ضيفي دكتور عمرنا الشابي المتخصص في العدالة الجنائية أهلا وسهلا فيكم جديد دكتور وشكرا على قبولك الدعوة قد إليك مش طالعا لهوار صار لي فترة بس إلي الشرف أنا بقترح عليك أنه نبدأ بالتمنى للشفاء العجل للطالب محمد قصير ولباقي الجرحة من المتظاهرين والمدنيين ومن العسكريين أيضا هذا يعني موضوع إنساني أساسي خليني أبدأ معك دكتور أكيد نتمنى مضم صوتنا لصوتك وهيدا وإن شاء الله ما بقى بيكون فيه جرحة يعني مش بس جرحة ما بقى فيه إهانات كمان لأنه كرامات الناس نبدأ بكرامات الناس آخر شيء أنه كل شخص بيطلع على التلفزيون من المتظاهرين تعرض لبعض العنف أو المعاملة القاسية بصير بده يفذجي تحت الأميس أو وين عنده ضربة على جسده هذا مهم ولكن الأهم وهذا يدونه الطبيب الشرعي أتمنى أن يكون الطباء الشرعيون يقومون بعملهم ولكن الأهم ما بيدونه نفسيا بيدونه جسدية بالضبط وبالتالي الإهانة أوقات مئزية أكتر من الضرب الظلم الظلم وهذا لا يسمع فيه القانون ولا يتسك فيه المعايد رح نحكي بالتفسير دكتور عن هذا الموضوع بس خليني بلش من الحراك بحد ذاته رح نحكي عنه بالشكل بالمضمون خليني أقول بالشكل كيف توصفه بالشكل هذا حراك أنا برأيي أنه الجزء الأكبر منه هو ردة فعل شعبية عفوية رافضة وغاضبة من الوضع الحالي الزبالة بالطرقات الكهرباء الماء الضعف بالخدمات الضمان الاجتماعي والضمان الصحي طب هذه حاجات أساسية للمواطنين شي طبيعي أنه كل من بيطالب بهذه الحقوق الأساسية وهذه الخدمات الأساسية بده يكون عنده شعبية كبيرة وبده ينزل على الشارع ويعبر عن غضبه لأنه الأمور وصلت لمحل يعني طفح الكال الضبالة وينما كان الضبالة هلأ شفت اليوم مشاهد بنهر بيروت متلان الضبالة بتروحي على الشمال بتروحي على الجنوب الضبالة وينما كان كهرباء مش عم تجي أعطال وراء أعطال قدرة شركة كهرباء لبنان ما عم تقدر تأمن الكهرباء للمواطنين فيه هادر فيه مجلس نواب مدد لنفسه فيه أمور كتير بتبرر مية بالمية أي تحرك وأي غضب هلأ كيفية تنظيمه كيفية توجيهه كيفية تلاعب فيه الحديث كله عن التلاعب بهذا التوجه طبعا بده يصير فيه تلاعب ونحنا مش بمكان خارج الاستفافات وخارج الصراعات وخارج نحن بمنطقة سياسية بامتياز فيها الصراعات والصدمات بامتياز فيه ناس بدأت تستغله طبعا هلأ فيه فرق بين التلاعب وركوب الموجي وفيه فرق بين تأسيس هذا الحرك نعم أنا برأيي يعني التأسيس الانطلاقة منى بقدر أهمية المشاركة والاستمرارية يعني الانطلاقة قد تكون شرارة هذا ما بيعني أنه الانطلاقة هي أساس تحرك كله فأنا برأيي الناس نزلت على الشارع مش لأنه تبعت فلان أو تبعت هيدا الهاشتاغ أو هيدا المجموعة أو هيدا الشعار الناس نزلت على الشارع لأنه عنده كل المبررات أنه تنزل على الشارع تبعت رجعة والقرف اللي عايش فيه نزلت هالناس هلأ لما نزل عدد كبير من الناس طبعا هذا بيفتح العين عيون مش عين من مختلف الجهات السياسية والقوى الموجودة على الأرض ويدخلنا كما أرى اليوم بعد مطالعة الصحف ومتابعة الأنباء يدخل هذا التحرك في المعترك السياسي وهذا مؤسف لأنه هذا بيخليه يكون فيه استفافات وهذه الاستفافات بتضيع على الناس باعتقد فرصة للوصول إلى المطالبة الصادقة بحقوقها نحكى كثير بهذا الموضوع وبعد رح يكون موضوع نيقاش لقدام كثير وما بدنا يعني إنه من أول ما نطلق هذا الحركة ونواكبه والناس قشعة وشايفة ومنها بحاجة أن نرجع نحطها بأجواء كثيرة بس أنا وياك اليوم بدنا نركز على نقطة ما نحكى فيها بعد نعم بغض النظر طبعا بغض النظر عن كل شيء عن كل الأمور السياسية وكل النقاش حول صوابية هذا الحراك وعدم صوابية وهناك بعض الممارسات أنا برأيي مهما كان الحال يجب التوقف عندها ومراجعتها خلينا نروح نحكي تقنيا أريك بهذا الموضوع بالتحديد على عملية هذا الاحتكاك يلي عم بيصير بين الشارع والسلطة ممثلة بالأمن يلي موجود على الأرض وخلينا نطلق من مؤتمر صحافي لوزير الداخلية بالأمس مع الوزير لهذا المشدوق يلي تم استهجانه بشكل كبير وفريق آخر مثل مثل كل الشيء اللي بيصير الرأي اللي بيصير بينقصن مع ووضط خلينا نطلق من هذا المؤتمر الصحافي والتبريدات التي قدمها مع الوزير المشنوع وننسحب على تقنيات التعاطية اللي كان عم بيصير اسمحي لي بملاحظة أولية أولا أنا كنت أفضل أنه هذا المؤتمر يكون مؤتمر يطغى عليه الطابع المؤسساتي مش الطابع الشخصي هذه مش مسؤولية شخصية هذه المؤسسات فيه بالدولة مؤسسات ونحن مع أنه يكون فيه مؤسسات وكل مواطن لازم يكون مع يكون فيه مؤسسات في الدولة اليوم فيه مؤسسة استضمت بالمواطنين بالشارع اسمه مؤسسة قوى الأمن الداخلي وفيه حديث عن الجيش ولكن أنا أعتقد أنه الجيش ما دخلوا بهالأمور الجيش منه قوة مكافحة شغب لا باليوم الأول نحكي عن الجيش الجيش منه مكافحة شغب الجيش عنده مهام واضحة ما بيصير يعني زج الجيش بهذا الموضوع الجهة المخولية الحفاظ على النظام بحسب القانون والتعامل مع المواطنين هي قوى الأمن الداخلي وهذه المؤسسة للناس ومن الناس والناس اللي فيها هنه جزء من المجتمع وعايشين نفس الوجع شو صار؟ ليش صار هذا الصدام يلي خرج عن الإطار المهني؟ أولا يجب التذكير أنه مكافحة الشغب اختصاص مهني يعني مش أنه أي شخص أو أي شرطة بيحطاسي وبيحمل بيعرف كيف حالشغب ومش أي ضابط مش مظبوط أنه أي واحد ضابط بقوى الأمن أو أي عسكري أو أي رتيب بقوى الأمن هو بيعرف يكافح الشغب ومش مظبوط أنه السيد وزير الداخلية اختصاص ومكافحة الشغب هو مسؤول سياسي عن هاي المؤسسات هو منه مسؤول تقني هاي مش شغلته مش هناك كنت تفضل أنه المؤتمر الصحفي يكون فيه شخص مسؤول عن مكافحة الشغب أو شخص مسؤول عن تدريب على مكافحة الشغب داخل قوى الأمن الداخلي ويجي يحكي وين الإخفاقات المهنية وشو سبب الإخفاقات المهنية نحن فيه أموال هاي اللي تصرف على مؤسسات الدولة وهاي أموال من خزينة الدولة ومن مال الناس مال الشعب فهاي عم تصرف لتدريب قوى الأمن وتجهيزة وفيه هبات خارجية عم تجي لقوى الأمن وفيه سنين من التدريب والتجهيز وكذا على حالات من هذا النوع طيب صارت هاي الحالة ليش هالإخفاق اللي بيهني هالأد واسع النطاع أولا كيف بدنا نوصفه كيف بدنا ندأ خلينا نسجل وين الإخفاقات لو شعنا نقدر نحصيها كلها ولكن على القليلة جزء النافر منها وعنا كنت بفضل يا ريت أنه صار فيه معالج لهذا الأمر بين مؤتمر الصحفي لوزير الداخلية شو فيها إذا طلع قال أنه فيه إخفاقات هون وهون وعن نعمل على معالجتها لا يعني كان أكتر طغى عليه الجانب أنا بتمنى يكونوا شايفين بالحال أنا بعتقد طغى على مؤتمر الصحفي جانب سياسي والجانب الشخصي وعنا كنت بفضل الجانب التقني والجانب المؤسساتي هاي الطريقة للتعامل مع هايك حالات بس يبدو أنه الأمور السياسية تطغى على كل شي تاني ما بدنا بناء الدولي لا يأتي من خلال ولا المواقف الفردية والهاكي الاحتكاكات الشخصية والتناحق الشخصي بيبلش ببناء المؤسسات كيفية بناء المؤسسات والمؤسسات عندها أجهزة رقابة وعلى مستويات مختلفة مثلا أنا كنت بفضل يكون بمؤتمر وزير الداخلية بحسب يعني مش لتمريق نقاط مش هذا الهدف ظهوري اليوم بالإعلام بس أنا كنت بفضل يكون مفتش العام لقوة الأمن الداخلي هاي وظيفته مفتش العام لقوة الأمن الداخلي حسب القانون 17 على 90 مفروض يكون بيخضى على وزير الداخلية مباشرة والسبب وجود المفتشية بوزارة الداخلية له أسباب أسباب أنه إذا فيه أي خلل فيه مؤسسة قوة الأمن والوزير بحاجة ليعرف أكتر عن هالخلل ليشوف إذا بده ياخد إجراءات مسلكية أو يحيله على القضاء بيطلب من المفتش العام بيبعث وراه مكتب وحد مكتبه بيبعث وراه بيطلب منه بيوجهه أنه يقدم له تقرير المفتش العام وزير اسمه مفتش العام طيب فيه شعبة التحقيق في قوة الأمن قامت بعمله أنا كنت أفضل أولا إحالة كل هذا الملف على القضاء ليش؟ ليش النقطة هاي فيه تشدد فيها لأنه هون صار صدام بين وصدام مستمر بين مواطنين بغض النظر عن حجمون وعن هذا وبين أجهزة السلطة التنفيذية طيب هذا الصدام بده حكم من هو من السلطة التنفيذية؟ ما بيسير بالدولة القوة الأمن مش هي فيها تتحقق بالموضوع وحدة بدي يكون فيه سلطة قضائية مستقلة محايدة ليست لطرف لا تحكم بالعدل ويفي بنا هون بالبنان السلطة القضائية المستقلة المحايدة ببنا ندعي أول شيء مع احترام لعدد من القضاءات طيب محيلي الموضوع على القضاء وبعدين منشوف إذا هيشتغل القضاء مظبوط أو لا ليش ما نستبق الأمور نقول إنه القضاء ما بيسوا ليش قبل ما نستبق الأمور طيب ماشي الحال بس ما فينا دايما نعمل هيك بدنا نبعث الموضوع على القضاء والقضاء يتصرف وأكيد القضاء مطلوب منه إنه يتصرف بحياديه كاملة وبيدقة ويقوم بالتحقيقات ويوجه السلطة التنفيذية شو بده منه معلومات ويحقق مع أيا كان مشان يتخذ الإجراءات المناسبة وتنوصل لحقيقة اللي حصل من الناحية القضائية هذا ما حصل أنا بستغرب عدم إحالة كل الملف على القضاء والاكتفاء كما بدأ في المؤتمر الصحفي بعقوبات مسلكية لا ما بيصير هذا الشيء وبعدين في مسؤولي يعني أنا برأيي أوكي مؤسسات دولة اليوم مش عم تشتغل مظبوط فيه تعطيل فيه المجلس النيابي يعني بيمدد لنفسه بشكل غير دستوري كمان مشكلة فما بقى فيه يكون هيئة رقابية يعني مفروض يكون مثلا بالحالات الطبيعية فيك تعمل كمان جهاز رقابة نيابي فيك تعمل لجنة تحقيق نيابي إلى صلاحيات بها الأحداث طبعا بما أنه خاصة أنه كمان الأمر كان مرتبط بأنه يدخلوا لمجلس نواب سهل خلينا أرجع تقنيا شوي خلينا تقنيا لأنه قلت أنه المفروض أنه مرصود أموال لقوى الأمن وتدريبات وما إلى ذلك خلينا شوف وين الخلل بهذه النقطة بالتحديد يلي بيّن على الأرض وكيف لم تستعمل بتقنية عالية هالأجهزة الأمنية أو قوى الأمن الداخلي الشي اللي تعلموا اللي تدربوا له دخلينا ناخده من درش الماء وهي دا من باب من باب هاي الملاحظات من باب التحفيظ على تحسيننا الوضع مش من التفخيط بين المؤسسين المؤسسين اللي قالنا ليش بنا نفخد فيها نحنا بدناها تتطور وتتحسن وتقدر تخدم المواطنيين وتقدر تحافظ على نفسها وعلى عسكريتها هيدا العدد الكبير من الجرحة بقوى الأمن مش مقبول مش مقبول لشو أسبابه وين التجهيز يعني أنا بدي أقول فيه أربع نقاط ضروري نسميها بموضوع مكافحة الشغب أولا التجهيز طيب فيه تجهيزات متطورة بعتقد جمع باتحاد الأوروبية أو من فرنسا هالتجهيزات الكبيرة مع رش الماء ممتاز هايدي التجهيزات كويسة هاي مفروض إنه لا ليش بدأت رش الماء مشان ما ما يصير فيه عنف مباشر بيصير فيه رش الماء بس هيدا رش الماء له منهجية له أسلوب له طريقة طيب هاي التجهيزات نحنا لاحظنا باليوم نهار السابت لا مش نهار السابت أيام قبل فيه إحدى المشاهد شفت عبي رش بالماء رش العسكرية في بعض العسكرية تعوروا ونجرحوا من خلال رش الماء يعني وبالتالي استخدام التجهيزات مكان بالشكل المهني المطلوب بالشكل الكامل التدريب التدريب بتشفنا كتير تدريب وشفنا مناورات بتضيي بتذكر عراضة تليفزيون الجديد كمان مناورات على مكافحة شغب وبالتالي وصاروا يطلبوا خلال التدريب من الشباب اللي استخدموهم كعينة لحتى يقوم أنه يكونوا يعني فين لأقصى حد العسكرية اللي ملابسينهم مدني لحتى نشوف كيف فينا نحمي حالنا من العنف اللي بتكون تستخدموا وكيف فينا نطبط ونعمل شيء اسمه كراود كونترول ضبط المجموعة طيب هذا طيب شو صار يعني أنه تفاجأته هل تفاجأت قوة مكافحة الشغب بأنه بين الناس فيه أشخاص عم يزدوا حجار وعم بيسبوا وعم بيكبوا أنانة فيه أشخاص هاي طيب يمكن لا الكتار مش هيدا المهم مهم أنتوا ما المفروض تكونوا تفاجأتوا بهذا الشي هذا الشي طبيعي هاي مظاهرة غاضبة وغاضبة وغاضبة لأسباب يعني كل المبررات موجودة لغضبك بس طبعا لما بيطلع هيدا الشي بالشارع بيطلع بطريقة يعني فيها قلة تهزيب أوقات مصطلحات كذا فيها ضرب فيها كذا طيب ما جهاز الشرطة وبالمؤسسة ما مجهز ليش مجهز بالطاصة وبالدرع وبالقول طبعا لحماية كتافه ولحماية صدره ولحماية رقبته ولحماية ركابه كل التجهيزات موجودة ومكلفة بلاوي مصاري كيف هذا ما مفروض والدرع والشباب اللي معهم دروعة بيقدروا يعملوا علب يعني دروعة من قدام ودروعة من فوق ما بيسيب ولا حجرة ولا أنينة ولا حتى كوكتيل مولوتوف مفروض يقدر إيطار لأنه هو مجهز ليطفل كوكتيل مولوتوف إذا نزدت عليه ومجهز وهو كل التجهيز عنده وكل التدريب عنده طيب وصلت على المكان طيب كيف ليش عم نسب ليش عم نستخدم السباب ليش القوى الأمنية عم بيستعملوا السباب مش قصة عين بالعين هاي أنت مسؤول أنت الدولي أنت الراعي أنت مسؤول عن النظام وحفظ النظام بحسب القانون 17 المفروض أنه كمان مدربين على عملية بط النفس ليش الانفعال لما ينفعل العسكري ويعصب خلص ببط المهني أنت إذا فعلتي بشغلك عم تأدمر حلقة وأنا إذا فعلت بط المهني خلص بفقد صدقتي وبتصير الناس تقول هيدا لك علما أنه المتظاهرين بعض المتظاهرين كانوا عم يشتغلوا فيه هاك وفيه هاك فيه مواطنين قاموا وقفوا مواطنين تانين شفنا هيدا الشاب اللي سحب المواطنين نهار السابق صحيح اشتغل وعملوا سلسلة بشارية كمان وعملوا سلسلة بشارية ففيه هاك وفيه هاك وفيه من جميعه ومفروض قوة الأمن تكون جاهزة وقوة مقافعة شغب لكل الحال هيد بس اللي صار بموضوع الاختصاص كمان فيه أشخاص مش اختصاصهم تعامل مع الشغب بقوة الأمن وصاروا يتعاملوا ما بيصير هذا مش شغلتك مش شغلتك الاختصاصات مش شغل ما تتدخل بهذا الموضوع بعدين ما بيصير تعامل مع المواطنين حتى لو للمؤازرة يعني لو للمؤازرة إذا أرى بيتفرقة مكافحة الشغب وخرجوا الموضوع عن سيطرتها شوي ده يضطر الفريق اللي وراء اللي هو مش مكافحة شغب وإنما قوة أمن عادة إنه يدخل ممنوع يدخل لا ما بيصير لأنه قوة مكافحة الشغب لما بتدخل بيكون عندها صف أول صف تاني صف تالت صف رابع وقوة دعم بتضل بالكميون هاي بيبعث وراء ومجهزة كمان بالدروعة وبالطاسات وبالكذا إذا فيه نقص بالطاسات والدروعة والجهزة الحماية والهدى يقول وزير الداخلين بالح بالمؤتد أنه فيه نقص ولازم نعالج هذا الموضوع عبر أنه نجيب جزء ما بدنا نقول كبير من العسكر أصيبوا لأنه مش لبسين تجهيزاتهم بشكل مرتب أو بشكل كامل خلينا نقول ولأنه نفعلوا وبالغوا ولأنه مش اختصاصهم كمان تالت نقطة فيه منهم مش اختصاصهم مش شغلتك أنت تتعامل مع المواطنين يمكن تكون فيه مشهد باري حمراء من المشاهد يلي عرضها معنا الوزير أنه هجمة الفرقة وقع واحد دعوة سعليه يعني وقع واحد من العسكر دعسوا عليه يعني مرقوا عليه هجمين بطريقة جحافلية مفروض يمرقوا بطريقة يعني أنا ما عم بقول أنه ما في عنف ضروري يعني هيدا أصيب أنا أصيب أنا بدي وضح النقطة لأنه يمكن يصير في هيدا أصيب من جراء أنا عمقول قوة مكافعة شغب زملائه نعم قوة مكافعة شغب بوقات تضطرت تستخدم بعض الأساليب الإكراهية مظبوط خلينا أقول أنه مشروعة بالأنون مشروعة بالأنون طبعا مشروعة بالأنون ومشروعة بيحقول الإنسان كمان لأنه فيه أوقات شخص عم بيكسر أملاك عامة أملاك خاصة مفروض قوة الأمن راد توقيفه منعه من التكسير كيف بدل خلينا أحكي شوي أهى خلينا أحكي شوي شو هو المسموح وشو هو المش مسموح أول شي مش مسموح لقوة مكافعة الشغب رمي الحجارة يعني أنا لحظت وبين أنه عم بيرموا حجارة صحيح طبعا هذا مش مسموح أنت ما شغلتك ترمي حجارة حتى أزدت علي حجارة بيقول لك لأ هذا تصرف غير مهني أنت مش هني بيعلموك كيف تتصرف أنت رجل أمن أنت رجل مسئولي أنت لازم تتصرف كسلطة أبوية أو سلطة أمومة على الأشخاص يلي عم بيعبروا عن غضبهم بالشارع وغضبهم تجاه الدولة أنت واجهة الدولة الله يعينك لأنه الغضب كله بده ينصب عليك بس أنت بك تعرف كيف تتصرف بطريقة مسئولة وطريقة مهنية وطريقة بتحترم القانون وبتحترم الأصول الضرب على الرأس ممنوع هذا مش مسموح يعني الضرب حتى بالإيدان حتى لو ما بقي أثار هذا الضرب على الرأس إهاني وأساس حقوق الإنسان يلي هي مكذسة بالقانون والدستور هلأ يمكن فيه مشاهدين عم بيضحك وإنه شواء بيحكي حقوق الإنسان بلبنان ما فيه هو الإنسان أنا زلمي بعد بدعي لا يكون فيه مؤسسات بالدولة والدستور شدد بشكل كتير آسي على موضوع هو الإنسان بمقدمة الدستور بيقول أنه لبنان ملتزم المواثيق المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق طلع جميع الحقوق والمجالات وبيضيف دون استثناء فهذا التشديد بالدستور اللي هو يباية كل القوانين هذا يعني لازم واحد يتوقف عنده ويذكر فيه طب أنه هذا القانون عم بيشدد هذا الجانب وبالتالي منواجب سيد وزير الداخلي والمدير العام لقوى الأمن وكل الأجهزة في الدولة أيضا التشدد بهذا الموضوع لما بينقال أنه نحن لن نخلي المكان بالقوة وبعدين يتم إخلقه بالقوة هذا التفاوت إخلقه بالإعلان بالأوبار طب الناس كيف بده تصدق الدولة إذا الدولة من خلال قائد شرطة بيروت قالت بالأول لن نستخدم العنف بعدين غير رأيه أو تغير الكلام صار صار لأ بده يطلع الألام ويخرج الناس بالقوة بده تطلع الناس بالقوة فيه أصول مش بتكسر له إيده شاب ماسك إيد صبيه ضل يضربه بالطنفة بسيسك الإيدان عم كيف عادة مفروضي بتفك الإيدان بتشدي وإذا ما نجحتي بتجع بتحاولي بعدين بتجع بتحاولي بعدين بس إنه أحد أحد اللي كانوا مع تصمين برحلة وزارة البيئة لما انطلع حكي قال مش بس إنه فكوهن بالضرب على الإيد بيأجروا كان عم بيلبط على الإيدان بالرنجر هذا غير مسموح المسموح إنه بتجري بتفكهم عن بعض بتحملهم هذا مسموح بتحملهم بتحملهم مع بعضهم مثلا إذا ماسكين ببعض إذا كتار صعب بترجع بتتراجع بترجع بتجاذب مرة تانية مش عم نحكي بالمهنية بغض النظر إذا صح تطليعهم من المبنى أو لا بعدين اللبيط استخدام الرنجر واللبيط على الوجه وعلى الجسم هذا كمان غير قانوني ما بيصير لأنه فيه إزلال فيه إهانة الاعتداء على الصحفيين وقطع الإعلام هاي دي واصل عليها هاي دي واصل عليها بس اللي قبل زكارة العصايل طنفا إيه إسمها طنفا هاي دي فيه عدة أنواع منها فيه نوع بيكون حديد وملبس كوتشوك هاي دا النوع هو لا تدفش عادة لا تدفيش الناس يستخدم آسي لا ايه وبينعمل صف من مكافحة الشغب وبيمسكوها بهالشكل هاي دا هاي دا ممنوع الضرب فيها بيدفشوا شو اسموه هاي دي إذا ضربت فيها بتكسري وهدف الضرب القانوني هو مش الكسر هو التوريم يعني إذا وظلموا مثلا بيقدر واحد يفرج والله جنب جسمه ويكون موظلم ويكون هيدا شي قانوني هيدا قانوني وبيقدر واحد ما عنده ولا علامة على وجه وبس إجا العسكري وعمل له هاك بيوجه هيدا إيهانة هيدا قانوني يعني مش العلامات الجسدية هي اللي بتفرج اللي قانوني ولا غير قانوني مش بس تقرير طبيب الشرعي تصرف القوى الأمنية ما بيصير استخدام السباب والإيهانات الضرب على الوجه رمي الحجارة الضرب حيث لا تستدعل لا تستدعل هموش ضرب طب شو ما خلصت يعني أنا شهات مشهد غريب أنه طب فضية الساحة ما بقى فيه كم واحد هول ما بدون كل قوة مكافحة صحابة صحاب قوة مكافحة الشغب لبرة وفوض دورية عديد خلينا نكمل بالطنفة اللي هي إلنا فيه مننا بيكون أصلا حديد ملبسي كوتشوك الثاني مفروض تكون كوتشوك أيها طبع الضرب والحديد بيكسر ما تكسر صحيح وما بيصير الضرب على أعلى الجسد كل الشو اسمه وبعدين فيه شغل كتير مهمة هون إذا عم نحكي عن حقوق الإنساء والمعايير بدنا نفوت القانون 422 حماية الأحداث ما بيصير ما بيصير توقف عدد كبير من القاصرين ما بيصير توقفوا بشكل وحشي هولي ولاد هول هول أصلا أصلا بالقانون بالقانون مسموح يتوقفوا مسموح يتوقفوا طبعا إذا عم بيكسر الدنيا ويحرق ويخرب بيتوقف بات شو بيقول القانون المادي 34 بتقول بشكل واضح عند إحضار الحدث أمام النياب العامة أو الضابطة العدلية يعني يوقفوا كذا في الجرم المشهود للتحقيق معه يتوجب على المسؤول عن التحقيق أن يعلم فورا أهله أنا سمعت أهل عم بيقوله ما بيصير عم يبرموا بالمخافر ويبرموا بنقاط التوقف في مصطلح فورا فورا بالقانون كل كلمة بالقانون مدروسة من قبل المشابع مفروض فمكتوب فورا أهلي أو أولياء أمري والبسؤولي عنه وما له حق خليه مش هاي مقرأة كتير ما له حق يبلش تحقيق معه أو يسألوا أي سؤال إلا بوجود أهله أو الولي أمره أو مندوب إذا ملتق أهله مندوب الأحداث مندوب عن الأحداث ما بيصير أو إذا ملتق مندوب عن مصلحة حماية الأعداد توقيفهم بشكل بظروف غير إنسانية شو الحكي شو هني شو يعني نازلين على الطريق أولاد صغار عملوا من تحت 18 بيزددوا حجار وبيزددوا وكذا طيب هيدا شغب اسمه شغب مثل أي شغب لو ولد بيعملوا بالبيت قدام أهله أهله شو بيعملوا يعني بيكسروا له أظامه كيف الحكي لازم الدولة تتعامل مع المواطنين هوا دي مواطنين هوا دي مواطنين هوا دي أبنائكم ما هني كمان تعاملوا مع الدول صار في مشاهد كتير إيجابية خلينا نبتعد شوي كمان عن الصورة القاتمة جدا صار في مشاهد أنا شاهدت بقلب المظاهرات وعبر الشاشات وعلى الأرض لمواطنين كان عندهم عناية خاصة تجاه قوى الأمن صح ولا قوى الأمن كان عنده عناية خاصة يعني ما بيخلى الأمر ولكن هذا كله يعود إلى المناخ الاجتماعي اللي عندنا يا بلبنان وليس إلى الاعتبارات المؤسساتية أنا أدعو أعتقد أن المباريح بمؤتمر المؤسسات يعني ما مفروض يكون لا طيبة قلب ولا غضب مفروض العسكري ما يكون عنده عواطف عذكر المؤسسات مباريح معالي وزير الداخلية بيقول أنه إذا عادت يعني إذا جرى خلينا نقول التهجم مجددا على مؤسسات الدولة أو أي من المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة سوف يتم التعاطي مع هذا الموضوع تحت القانون وبالقوة ما بيصير أنا برأيي الكلام منه دقيق ومنه كتير مسؤول برأيي لأنه بيقول وبالقوة حيث تدعو الحاجة هذا التهديد بالقوة هذا كلام منه كلام رجل دولي بيقول رجل دولي حيث تدعو الحاجة ما بيهدد بالقوة ما بيصير الدولة تهدد المواطنين هذه الدولة للمواطنين ما مش مسموح أنه رجل دولي يهدد المواطنين بالقوة ما بيقدر يقول القوة بيقول القوة حيث تدعو الحاجة والقانون 17 معلش هذه الدنيا منع هذه الدولة ما بيصير تكون دولة حسب أراء أشخاص أين يكونوا هؤلاء الأشخاص فيه نصوص فيه أصول تتبع النصوص والأصول أو خلص بيكون بمزرعة فيه هون بقلب القانون 17 بيقول بشكل واضح على رجال قوة الأمن الداخلي وما بيقدر لا الوزير ولا الذئيس ولا حدا يتخطى النص القانوني وإلا يجب أن يحال إلى محاكمة الوزراء والرؤساء بحسب القانون أيضا المادي 225 على رجال قوة الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة وبالتالي كيف علم سيد الوزير أن في المراحل القادمة سيكون هناك ضرورة لاستخدام العنف أو لاستخدام القوة بركي لأنه عم يسمع عن المنحة التصاعد أو بركي أو يمكن مش هنفكر كمان من وجهة نظره يمكن أصده قوة الإقناع يمكن هيك أصده إذا هيك أصده فإذن نحن ما أصدنا نقول هالشي بس لما يتفضل ويقول قوة لأنه عم يخلص الوقت ما بعنا وقت كتير نقطة أساسية تحدثت عنها لما تحدثت عن إخراج الإعلام بالقوة أو إجبار الأرض على الخروج بالعنف مش بالقوة القوة فيها تكون قوة الإقناع مثل ما قلت لك بالعنف هذا العنف مش مقبول أبداً بالمعايير بالمعايير نحن في معايير طالعاً للأمم المتحدة لتعامل الشرطة مع المواطنين هيها ممنوع التعرض لحريط التعبير حتى بحالات العسيان المدني فيه سكشن بقلب هيدا النص إذا بيحب المديرية العامة لقوة الأمن الضغلية هذا موجود موجود وعنده النسخة منه وأصلاً إجوا الأوروبية والاتحاد الأوروبي والسفارات كلها إجي تقدمت مساعدة لقوة الأمن وعملت لهم تدريب وفيه بدنامج طويل عريض اسمه سارول وفيه أكتر من عشرة مليون يورو انصرفوا بلبنان على موضوع الحق في المحاكمة العادلة والحق في التعامل العادل مع المواطنين من قبل السلطة طيب هؤلاء المصريات وين راحوا؟ طيب نحن بدي يكون في مراجعة أنا أدعو أنا بأعتقد أنا مش جاي لهم هذا سؤال بيشغلك كل العظم مش جاي يهاجم أنا جاي يقول أنه أنا أعتقد أعتقد كمواطن متخصص في هذا المجال أنه من المفيد مراجعة الذي حصل وين هالكاميرات؟ اليوم فرع المعلومات عنده شغل عنده شغل لأنه فرع المعلومات مسؤولة عن الأمن العسكري فرع المعلومات مفروض يكون مدون ومسجل كل تفاصيل اللي حصل فيديو وصور وكذلك للعسكرية ولمدنية ويتم به المعهد يعني مفروض يكون عنده طبعا طبعا قوة مقافعة شغل بده يكون عندها وحدة بتصور كل شي مشان تتعلم من أخطاقها ومشان تسجيل إذا كان في أي اعتدار المظاهرة كان عندهم يمكن فلاي كامبل طالة بسما بس بهاي الحالات لإحتكاك المباشر بين الأمن وال أكيد هاي اللي لازم تتصور يعني شفنا برح أنه كانوا عم يتكلوا على فيديويات مأخوذة من الإعلام من التلفزيونات يعني من كاميرات التيفي من الشي اللي نعرض على التلفزيونات بس ما عندهم شي تصوير خاص فيه لا أنت بتصوري للإعلام عندك أهدافك بس الأهدافك ما بتتعلق بتقنية بعض الأمور يعني أنت ما هتركزي الكاميرا على بعض الطريقة مثلا طريقة اللي يلابس فيه تجهيزات الخنائب أو طريقة الاشتباك اللي ساير طيب ما بيصير هذا يعني في كتير في كتير أمور لازم مراجعتها والتديق فيها بالمعهد على الشاشة قدام الضباط بشكل مغلق لازم قوى الأمن وبتمنى أنه تكون عم تعمل هالشي لأنه مأكد أنه فيه قائد معهد اليوم ناوي أنه يعمل تحسين وفيه مدير عام بقوى الأمن اللواء بصبوس بيقول دايما أنه هو على مسافة واحدة من الجميع وبيقول أنه بده يحسن قوى الأمن بطريقة أنه تكون مهنية وأنه تشتغل بشكل مناسب أوكي فيه مشاكل كبيرة داخل قوى الأمن ما فيه مشكلة بمجلس القيادة فيه مشكلة بالتطويع عم بيتقدموا ناس ليلتحوا بقوى الأمن ما عم بيكون فيه توازن طائفي عم بيلغوا الدورة هاي مشكلة كتير كبيرة كمان فيه مشكلة برواتب فيه مشكلة برواتب العسكرين والضباط فيه مشكل كبيرة لعلاقة بهذه المؤسسة كتير خيرها المؤسسة بعدها واقفة على إشغاية ولكن المشاكل اللي صارت بيه كم يوم السابقين بيدلوا أنه لا قوى الأمن فيها تعمل أحسن من هذه نعم صحيح خاني نقول كمانا دكتور عمر قبل ما نخطو خاني نقول كمانا أنه حكينا عن قصص تقنية ومثل ما قلنا ليس مساسا بقوى الأمن وإنما بمحاولة لتنبيه على بعض الأخطاء اللي صار خاني نقول كمانا أنه فيه واجب كمانا على الناس وعلى المتظاهرين أنه كمان يحفظوا هذه القوى يلي هي رفع شعار لأجلكم منكم ولأجلكم ولحمايتكم يعني بس بالتظاهرة ما فيك تقولها شيء معرف بس كمانا هل يخطوا الموضوع بعين الاعتبار كمانا أنه هذا رجل للأمن هن بنسفل لهم بيمثل السلطة يعني عم يسش خلقهم فيها بس ما فينا نوازي المتظاهرين لا أكيد أكيد لا مفروض وعي قوى الأمن يكون أكبر من هيك بكتير لأنه هو لحماية الناس مهنية وليست الناس لحماية المهنية المهنية وعدم إدخال العواطف يعني ما عم بفهم ليش الضابط معصب حبيبي هاي شغلتك أنت شغلتك مكافحة الشغب وشو متوقع يعني الناس تجي تزد تزهور عليك أنت شغلتك ما بيصير تعصب ولا العسكرية اللي معك يعصبه شفت وجوه العسكرية بقوى الأمن قبيحة هيك معصبي يعني مش إنه وجوه قبيحة عفوا عماش قصدي بس إنه واحد لما يعصب أنا إذا بعصب بصير وجوه قبيحة وأنت كباية فأنا يعني بتأسف إنه تبين هاي السؤال ليش عم تعصب على الناس أنت شغلتك تمسك الدرع وتزيحهم لقدام زيحهم برواء وبهدوء واشتغل بشكل قانوني ليش عم تعصب أنا شو هني عدو هني مواطنين غاضبين من الدولة ومن السلطة التنفيذية أنت مؤسسة وتبقى المؤسسة إذا زالت السلطة السياسية تبقى المؤسسة بدنا نتذكر ليش السياسيين بدهم إنه يحطوا ما عندهم مانع يحطوا المؤسسة بوجه الشعب الشعب ما عندهم يسود على المؤسسة بتخفف عنهم الناس منهم غاضبين من المؤسسة بتخفف عنهم غضبين من السلطة السياسية اليوم السيد وزير الداخلية موجود بموقعه بكرة مش موجود بموقعه بس قوة الأمن اليوم وبكرة وبعد بكرة موجودة لما يكونوا موجودين وعلى تماث مباشر مع الناس فيش شي بتحب تضيفه قبل ما نختم في كتير شغلات بس ما عرف في كتير شغلات باتمنى بس إنه نفعل المعهد المعهد قوة الأمن الداخلي لازم يكون مثل جامعة وقوة الأمن الداخلي ما مفرود يكون جهاز عسكري هذا جهاز مدني لخدمة المواطنين ما بيصير قوة الأمن لابس بدلة مرقطة عشو مرقطة كمفلاج من شو لازم يلبس ولشو الرينجر ولشو سيارات الفور ويل درايب ولشو الأم سكستين بالمدينة لا هدول كلهم مظاهر عسكرية مش لقوة الأمن قوة الأمن بدنا خدمة مدنية بدنا كتير لنوصل لألون إن شاء الله منوصل لألون إذا فيه نية حقيقية ولازم المواطنين يطالبوا بأنه يكون عندنا مؤسسات بالبلد المؤسسات هي بتطلعنا من المشكلة هذا اللي عم يعملوا يمكن إن شاء الله إن شاء الله يكون هذا اللي عم يعملوا ومدوم ندخل بالمعترك السياسي وإستخدام المظاهرات دكتور عمار من الشابي متخصص في العدالة الجنائية بشكر كتير تلبيتك الدعوة وحضورك معنا اليوم وهذا الكلمة التقنية اللي أول مرة عم نسمع وحدا ينتقل بها التقنية عالية خلينا أقول تخصص عالي بهذا المجال إن شاء الله بيكون لدينا لقاءات تانية معك أهلا وسهلا فيه مشاهدينا رح ننتقل لجولي سريعة على أجواء الصحف وأعود مع كلارة جاحة طبعا أعود بعدها وأستقبل دكتور كمال حمدين وأيضا كلام في الاقتصاد وفي أمور كثيرة متعلقة طبعا بالحرك الشعبي الحاصل الآن فضلك